قرر من اليامين كده بدأ بشيري الحاجة وبديره امر ان هو يستي ويبدل حاجة يعني ساعة تشالها وصاعة يبدل قدام وما يجيش نحيتها بامر انه خلص. طبعا طبعا استاذ وليد. طبعا استاذ وليد لا مراجع عليه. استاذ وليد. تمام. تمام. بس انا ممكن انا انا ممكن نضيف حاجة تانية مع استاذ وليد. تمام لان هي بيبقى في كزا طريقة في في موضوع تمام. احنا ممكن نضيف طريقة تانية مع استاذ وليد. هو الطريقة دي صح. الطريقة دي صح. في. هو الطريقة بتاعت اتساز وليد صح. انا حان ما شان بناتد عليها. بس النوت او ما فيها ان فيه طريقة كمان. دي بتحصل لو كلب خلاص مشكلته صعبة. كلب اه لا بمجرد ان طبع اتحط انت ممكن ما تقدريش تادي من الاريا بتاعته. تمام. انا ما بيعملش كده في انا ممكن اخد الاكل وهو بيأكل منه ببيعملش حاجة. هو بس لو شبشب او حاجة اخدها غزبا عني. انا مش عايزها ياخدها. طيب. فاول ما يشوفني بجري وراه يستخبط تحت. اقرب كده بيزوم علي جامد وبيعمل حركة الهجوم. الشعور ان دي مقتنياته هو. حاجته. تمام. احنا نرد على سؤال سؤال بس عشان ما انتهش من بعد. تمام. عشان انا انا ممكن هتومنكم. تمام. اه نقطة ان الكلب بيمسك حاجته فلازم نبقى فاهمين كويس ان ممكن الكلب يكون بيعمل الموقف ده لجذبك. يعني ممكن الكلب انتي ما تيبيش شايفاء اصلا. ويجي يوريك ان انا خدت الحاجة دي عشان تخليك تيجي وراه. فلازم تبي فاهم انك مؤسرة. لما يجلقينا مصنشينه خالص وقاعدين مثلا بنتفرج بيقوم ايه رايح واخد حاجة كده ومستخبه. ويقعد بوصل يعني اوقات اسيبه بيسيبها خلاص يمشي. اوقات لا يقعد يقطعه. فاهم فانا بحس ان هو بيشد انتباهي. تمام. بسورات الفعل بتاعه لاصلحه ازاي. تمام. طيب. بالنسبة لنقطة ان احنا الكلب بيمسك اللعبة وبيبتدي يزوم. الموضوع ده غلط يا جماعة جدا ما ينفعش ان انا كلب يزوم علي. الحالة الوحيدة اللي انا ممكن اكون بتدخل بموقف جد مع الكلب. واغبطه خبطة قوية ان الكلب بتاعي حاولي هاجمني. حالة الوحيدة اللي انا بسمح فيها ان انا ممكن اتدخل بشكل عنيف ان الكلب بيفرض سيطارة عض. الموقف ده بمجرد ان يبتدي لازم يكون رد فعلك سريع ومش هحدد تغبط فين. المهم انك توقف الكلب عند حده بخبطة قوية بفرض سيطارة. تمام? احنا مش بنهزر في النقطة دي اطلاقا. خلاص? دي نقطة. تانية نقطة. هحل الموضوع بشكل بسيط وعملي. الكلب لو خرجنا طاقته هبتدي امسك اللعبة وعرفه ان انا مش منافس ليها. وان انا هبقى موجود معاك. فبابتدي ان انا فبابتدي ان انا الاعب الكلب وخرج طاقته وبعد ما هخرج طاقته تمام? وبعد ما هخرج طاقته هبتدي ان انا اديله اللعبة واما الكلب هيمسكها همسك لعبة تانية وادهاله واخد التانية وادهاله وامسك التانية افاهم الكلب ان انا هعمل ان انا اديله وارجع له وادهله وارجع له وحاول على قد ما اقدر في الفطرة دي ما سيبش ما سيبش حاجات للكلب تشتته. ما سيبش حاجات للكلب تخليه يغلط. ما بقاش حط بكرة مناديل وانا عارف ان الكلب بيعمل كده عشان الكلب ياخدها وارجع اقولي عايز اخدها. احاول اشيل اي حاجة ممكن تحطيني في موقف ان انا اخش في المشكلة. تمام? مركزين معي. تمام? اشيل اي حاجة نقدر ان احنا نخش في مشكلة فيها. بالنسبة لان الكلب ياخدها او يمسكها. وبعد كده ابتدي ان انا اشتغل على نوطة ان انا بتديله لعبة وتبادل. واتديله لعبة وامسك واتديله وكزا. تمام? معي? فباتديله اللعبة وابتدي ان انا اديله واحدة تانية واخد التانية واتديله التالتة وكزا. واما الكلب يبتدي يلاقيني ان انا بها اخودها وارجعها واخدها وارجعها. هنلاقي ان الموضوع بقى بشكل سلمي والكلب هيلاقي ان الموضوع بقى احسن. خلصنا نقطة موضوع اللعبة وان احنا خلاص بتدينا نتبادل مع الكلب اللعب. وفي النقطة دي بنبتدي نرجع لتخريج الطاقة الاول قبل ما نخش على النقطة دي. تمام? معي? اه جماعة معلش ممكن نبعد الكلاب عن بعض. بس اهزنكم. تمام? نسيطر على كلابنا بس شوية. تمام? فدخلنا في نقطة ان احنا خرجنا الطاقة وابتدينا ان احنا نبادل اللعبة خلاص احنا نحللنا المشكلة دي. نرجع للمشكلة الاكل. نرجع لمشكلة الفود اجريشن. اوكي? الفود اجريشن الكلاب بتبدي انها بنبل ساعات اوء clearance. او 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 ايا اما الكلاب دي اتعرضت. يا اما ا� اما الكلاب دي اتعرضت يا اما هذه الكلاب جاعت. فنبيت maximum THAT ت kasih she worth the food that burns it! تمام? يا اما الكلاب دي اتعرضت ان هي بتحمى الاكل بتاعها لسبب ان هي جاعت يا اما هي الموضوع عندها مولودة بها. بسبب التنافس هي واخوتها. تمام? بيبقى فيك لاب مسيطرة وسط الإخواب بتحاول تحمي الأكل بتاعها بالمنظر ده فالنقطة هم فيها إن أنا بتلاشها النقطة دي ازاي هو أنا كلب بيزوم عليها يا جماعة لما بيجي أقرب من الطبقة مين حاجة بتاعته يعني ما تلمس هاش تمام نقطة إنه هو خايف إن أنت تكون منافس للأكل طيب أنا عايز أشرح للكلب إن أنا مش منافس للأكل إيه؟ طيب النقطة دي ممكن تنفع مع كلب أو كلب لأة ها نقطة تانية أكل جميل بس النقطة وما فيها برده إن الكلب ممكن ما يصولوه لفكرة ممكن أن أكتلوا الأكل ويعوز أكتلك يقولون الأكل ده 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 لحاجة اللي أنا بتدهول معنا إيه إن أنا الأكل ده إيدي وكتريني إن أنا أكتله واحدة واحدة إذا هو بتعود أنت الأكل بتاخده مني أنا مش يعني مش حاجة أنا أخدها منك أنا بالعكس أنا أقول لي بديلة تمام برضو فكرة حلوة بس النقطة وما فيها بغض النظر عن الحل العمل يا جماعة بغض النظر عن أي حل عملي مع الكلب لازم حضرتك تعرف إنك بتتعامل مع كائن حي ليه مواصفات اتعامل مع الكلب بمفهومه هو مش بمفهومنا إحنا كبناءات مين في مفهومه هو الأكل ده بالنسبة له يعني البقاء يعني فطرة ربنا اللي خلقها عليه عليه أي منافسة على الأكل حيقابلها بأجريزن طب إحنا عايزين نحقق مفهومين وحسيب الكلام لكابتن زياد رحال يكمل مفهومين نحققهم لازم نعرف هو بيعمل كده ليه نحقق حاجتين أولا لازم أفهمه إن الأكل ده وكل ما هو في البيت ملكي أنا وأنا بقدمه لك يعني مفيش حاجة ملكك وفي نفس الوقت أنا مش منافس ليه على هذا الطعام أنا مش حنفسك لأ أنا حسيبك تاكل طالما أنت بتاكل بأسلوب كويس أهم حاجة نعرف عايزين نعمل إيه مع الكلب الكلب بيعمل كده ليه ونبدأ نصحح المفهوم اتفضل يا باشي. تمام طيب آآ هنحاول نضيف كنترول على الكلابة يا جماعة أيوة بس انا عشان يشمي بعد عشان. تمام اوكي. تمام. طيب آآ احنا آآ استاذ وليد ضف لنا نقطة مهمة إن أنا لازم أشرح للكلب إن البيت بامتلكاتي تمام شكراً استاذ وليد آآ أنا بتدي أضيف بقى النقطة بتاعت إن أنا أوصل للكلب الفكرة ازاي آآ استاذ احمد جيمي قال إن أنا اديله الاكل بإيدي. ايه لقفة إن أنا كنت مع الكلب اللي قبل دل بيعمل نفس الكلام بالضبط بيزوم بيحب الاكل واختر مني نفسي. فأنا كنت بديله الاكل أول ما يحس نوم هايبر وحيزوم وراح تطلع على فوق تاني مش هتاكل غير ما ده ده. طيب. كل ما يهدأ انزله يزوم تاني وعطلع الاكل تاني. ما يكلش غير ما يقعد إيه ده خالص. تمام. مرة على مرة تعود إن هو هيتحرم الاكل لو عمل حركة وعشة. تمام. طيب احنا بنتكلم احنا بنتكلم في نقطة تمام. اتكلمنا في نقطة إن هو بيقول إن أنا ممكن بحرم الكلب من الاكل لو لديته هيزوم. طيب هو النقطة دي ممكن تكون نفقت معاها. بصوا جماعة هنتكلم في نقطة مهمة قبل ما ما اتكلم في الحل. هنتكلم في نقطة مهمة قبل ما اتكلم في الحل التدريب بيختلف من كلبي للتاني. ما ينفعش ان انا عامل الكلاب ان هي كلها واحد. تمام? مركزين يا جماعة? ما ينفعش ان انا عامل ان الكلاب كلها واحد. كل كلب ليه شغل. كل كلب ليه طريقة. كل كلب اشوف هو بيحب ايه واشتغل عليه. ان انا ممكن اشيل الكلب من قدام الكل. الكلب هو ممكن يمسك ايدي. والمشهور اكتر بالموضوع ده الكلاب روتويلر. تمام? مشهورة بالموضوع ده. لان هي بتحب فرض السيطرة على الحاجة بتاعتها. هو كلب قائد. نفع مع كلبك ما ينفعش مع كلب تاني. الله ينور عليك. عشان كده بنسأل الاول الشخصيات بنسأل الاول الشخصيات ايه ايه دنيتها واعرف ايه الكلب مميزاته واعرف ايه الحاجة اللي انا عايز اقدمها للكلب بتاعي عشان اوصله الفكرة. فبابتدي امسك طبق فادي. طبق فادي. نركز مع بعض يا جماعة في النقطة دي معلش. تمام? طبق فادي وهبتدي ان انا في معادة الاكل بتاع الكلب هروح جاي حاطته له. الطبق ايه? فادي صح? طب الكلب اول مما يروح ايه هيحصل? مش هلاقي اكل? مش هيلقي اكل. فبمجرد انه هو مش هيلقي اكل هبقى انا في ايدي طبق مليان. بمجرد ان انا حاطت للكلب طبق ايه? طبق الاكل بتاعه فادي. هيروح يبص في الطبق هيلاقي طبق ايه? فادي. هبتدي ان انا كو مازك في ايدي طبق ايه? مليان. وابتدي ان انا احط للكلب الوجبة بتاعته متقطعة. بمعنى ان انا هياخد حتة صغيرة قوي من الاكل. وارح جاي من موطي حاطتها في الطبق وطالع ورجع لورا. وثابت. ما تحركش. طيب كويس. تمام احنا احنا النقطة دي سيطرة احنا بنتكلم مش عال سيطرة احنا بنتكلم في كلب فيه فعالية خلاص اه هو خلاص فعلا الكلب دخل في مود دخل في مود ان هو خلاص هو بيهاجم خلاص هو كلب فيه مشكلة فعلية مش مش هنبتدي ان احنا حركة زي دي لو كلب بيعمل ويحنا دخلنا نجيب من بققه هنرجع مش هنرجع بيدينا. مش هرجع بيدي خلاص انا وصلت البقه مش هفصي مش هعرف هرجع. تمام? فالنقطة ما فيها ان احنا الكلب خلاص دخل في مود ان هو بيهاجم زي ما احنا قولنا بنمسك طبق فاضي بنروح جايين حطينه على الكلب على الارض. الكلب هيروح على الطبق وهيعمل فرض السيطرة هيبص لليه فاضي. ايه ده انت بتهزر? انت سايب الطبق فاضي. فهيبتدي ان الطبق المليام في ايدي. هيبتدي روح جايبه بصصلي. افضل سابت. وحاول ان انا في الوقت ده مابتديش ان انا نمسك التليفون وابص كده وبص كده وحد ينادي علي ويبع حد موجود. لا المكان فاضي. اوضة فاضية. وابتدي اشرح لكلب الموقف في مكان هادي. عشان انا ممكن اكون شغال. ومعلش اه والدتي او والدي معدي بالصدفة كده سلام عليكم. هو جاي معدي الكلب يروح جاي هاب شوي. ما هو انا كده بواسط. فنكون في مكان هادي. تمام? هحط ابتدي الطبق الفاضي وامسك الحتة صغيرة وادهلو على الارض الكلب بمجرد ان هو هيحط بقه في الطبق دي حتة ادي كده. ايه اللي هيحصل? هيخلصها. طب خلصها هيروح جايبه سيسلي. هروح جايبه يفلو حتة تانية. خلصها هروح جايبه سيسلي. هلاقي ان الموضوع في كل مرة الكلب بيعمل الموضوع بشكل اسرع. ياكل ويقعد يستنى اللي بعد و انا هنا وصلت الكلب ان انا اللي بدي ايه? انا عليه. انا الله ينور عليك ابتدى ان هو هو فاهم ان انا الوسيلة اللي بتنزل الاكل في الطبق ابتدى ان انا الوسيلة اللي Hallelujah. اللي بنزل الكلب اللي بنزل الكلب الاكل في الطبق. تمام? معي فبتدي ان بعد ما ببتجى اكرر الموضوع ازود الكمية واحدة واحدة. ازود الكمية واحدة واحدة. هروح جاي ماسك هتة اكبر شوية وحطتها لكلب. بعد كده هتة اكبر شوية وضيفها للكلب. بعد كده هتة اكبر شوية وضيفها للكلب. بعد كده كبشة وهحطها وايدي تبقى موجودة جوه الطبق. محركهاش ولو لثانية. تمام? عشان اعرف الكلب ان دخول ايدي مش هيسبب لك ازل. عشان اوصل اوصل الكلب رسالة ان انا انا مش منافس. انا اللي بودي لك الاكل. ووجود ايدي في الطبق مش هيسبب لك. او كمان يعني. الله ينور عليك. الله ينور عليك. مش هيسبب لك تنافس. فبتديت ان انا انقل الكمية واحدة واحدة وبعد كده ابتديت ان انا روح تجاي اخت حتة كبيرة وحطتها في الطبق وايدي ايه? اهم حاجة ايدي ايه? سبتة. لان هي لو تحركت ممكن يكون الكلب هو اصلا التوتر عنده عالي. فيروح جاي غزبا عنه وقاضد مش هيبقى مركز. تمام? فخلاص ابتديت ان انا مسكت الحتة كبيرة وابتدت حطتها. تمام? فهبتدي ان انا اكرر الموضوع بشكل منتظم لكزا يوم. هلاقي ان الكلب بعد كده من ان هو بقى بيقعد على الطبق ويبتدي ان هو ينزل في وضع هجومي. يبتدي ان هو يبقى فارد ايده جنب الطبق. ده من هنا ومن هنا. وان هو عايز يهاجم. هلاقي الكلب بقى هادي جدا جدا جدا. وممكن ان هو انا حاطت له حتة صغيرة او حاجة ماسك حتة وهو بيأكل وابتدي اضفاله مع الاكل. ويكون برضو في شكل هادي. واعود نفسي ان انا ما اقولش للكلب. نو 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 نو. بس 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 بس. لا 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 لا. الحاجات المكررة. طب هل انا لما باجي اكلم الكلب واقول له نو نو نو. وبس بس. ان الناس اللي بتضحك عارف ان هي بتقول كده. تمام? خلاص. حاجات دي ممكن تصير عصابه او او او. اه طبعا الزعيق. الزعيق. اه. كلام ده خلط. هل انا دلوقتي لما باجي اكلم الكلب الكلب بفهم الكلام? الكلب بفهم الكلام يا جماعة? بيسجل الامر. بيسجل الامر مع الوقت. مع التكرار بيسجل الامر. لكن تكراري للاوردر والكلب مش فهمه. اي نعم. انا مش فاهم. انا لو غيرت الكلمة للكلب ولو افتراضا. افتراضا. قلت للكلب بطاطس. لو افتراضا. اه معلش اه ممكن حد يتدخل. حد يتدخل. اه بعد اذنكم يا جماعة معلش ثانية انا خلف الموقف ده. تمام? صانية واحدة وارجع لكم تاني. وليد باشر. اا اا اكد على حاجة بس الاملاح المعدنية اللي انا قلتها اللي بناخدها من الخضار دي مش الملح. مش ملح الطعام. الاملاح المعدنية دي ليها مكونات عديدة واحمد امينية والكلام ده وكله بيجي من الخضار وخاصة من اي حاجة اللي انا اخضر. مش هي الملح. وده يجبنا الموضوع الكلب اللي بيأكل للسول بتاعه. يقول لك ادي له شوية ملحة عشان ده ايه? ناقص املاح. ناقص املاح ملهاش علاقة بناقص ملح. الكلمتين مختلفين. ملح غير املاح. ده مش ناقص املاح ده بادهابت دي عادة سيئة. ده بالنسبة للملحوظة اللي قلت ااكد عليها بتاعت الاملاح المعدنية. الملحة يا جماعة الكلب بيأكل الملح بتاعه بالنسبة اللي احنا بنكل بها. ولا كتير ولا قليل. بدون بهارات. المتوسط اللي احنا بنكله. بزرح. 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 الملح. بس اللي احنا بنعرف منا اللي هو عندي ناصر املاح. ترى مثلا. مصلا. تمام تمام. ناقص الاملاحة جماعة احنا عشان نقيمه ونقول لان الكلب آآ ليه ناقص املاح والكلام دوت ده ما يحصلش غير بالتحاليل. هاكد تاني موضوع الطويلة ده مش دليل عن ناقص الاملاحة. الكلب لو ما كلش ملح هينقصه بعض العناصر لان الملح احنا بنكله عشان نستطعم الاكل وفي نفس الوقت ليه فوائد ولو كانت بسيطة. فنحط ملح. طبعا بدون بهارات زي ما قلنا لان البهارات خطر جدا على الكلب. الفلفل اسود غلط يا جماعة اي بهارات ممنوع. انت هتحط سنة ملح فقط زي اللي احنا بنكل بيها مش احنا بنكل بيها احنا بنكل بيها احنا بنكل بيها